طيب يقول الأخ هنا قبل أسبوع شفت امرأة وريد الزواج شافتها أمي طبعا للأسف من يكتب يكتب بلهجة عامية وطالب العلم ينبغي له أن يتقن العربية على الأقل 50% شافتها أمي وحكت لي منيحة منيحة هذه كلمة في الأردن يعني زين جيدة وشفت أنا وأمي وما شاء الله منيحة وحافظة كتاب الله صاحبة خلق ودين الآن أمي غيرت رأيها وقالت لي لا مش حلوة مش متعلمة وما دخلت مدرسة وشو أساو أرد على أمي ولا أعصيها طبعا مفاد هذا السؤال أن هذا الشاب تقدم لخطبة فتاة وكان معه أمه وعندما خرجوا من عند هذه الفتاة اتفق الاثنان أو اتفقت الكلمتان على كلمة واحدة أنها حسنة وجيدة ومناسبة للزواج منها لكن المفاجأة أن الأم بعد أيام قلبت وقالت لا يا بني هذه لا تناسبك إما لجمالها أو لعدم يعني دراستها أو لكونها لا تعمل أو معندها شهادات يعني كما هي حال كثير من النساء فماذا أفعل أعصي الأم وأتزوج هذه الفتاة أم ماذا أفعل لا الجواب إخواني في الله لك حالتان الحالة الأولى أنك ترى أن هذه الفتاة هي المناسبة لك ولكن لا يجوز لك أن ترتبط بها مع عدم موافقة أمك فلك أن ترتبط بها إذا وافقت أمك وتقنعها وتناقشها بلطف مناقشة الأم بأن تسمعها ماذا ما يدخر الثرور إلى قلبها وقل لهما قولا كريما هل يجوز أن أناقش أمي بأن تسمعها ما تحب غير هيك لا يجوز عبصير أحكي لأمي ليش لك حالتان إذا كانت تصر بهذه الكلمة قلها لا تصر مع عبصير تقولها ليش شوف لأوين وكذلك مع أبيك اختر الكلمات التي تدخل السرور إلى قلب أمك أيها السائل فإذا قبلت فنعمة وحسنة خذها بعد الاستخارة أما الحالة الثانية أن أمك لم تقبل فطاعة الأم مقدمة على رغبتك بهذه الفتاة والأمر شيء اجتهادي أنها تناسبك أو لا وما أدراك أيها المسكين فهذه أم صاحبة خبرة ومعرفة بالنساء والأمر الثاني أن الزواج ليس مربوطا بفتاة هي ستدخل على عائلة فينبغي للعائلة أن يتقبلوها حتى تتعايش مع الجميع فنحن نوصيك بأن تنزل على رأي أمك أو أن تقنعها بما تراه مناسبا ترجمة نانسي قنقر